قلني على من نفاك الغيب يحبيني وعادتي من ربط مع صورة ديني الحمد لله الذي خص هذه الأمة بما أراد وفضلها على الأمم تفديلا وهيأ لها من أسباب السعادة ما لم يجعل لخيرها إليه سبيلا وآتاها من فواذل العبادة ما اختارت به أجلا جزيلا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه ذروة الشرف الذي لا يخلق له مطيلا أما بعض فيا أيها الناس فهذا الشهر رمضان قد أومى إلى الرحيل ولم يبخ إلا الخليل وبدت الشموسه على أطراف النخيل فاشمروا في العشر الأواخر عن ساق الجد والإجتهاد وتزوجوا من فضلها أنفف الزاد والتمسوا فيها ليلة القدر العظيمة الشار واجتهدوا في تلبها خدر الإمكان عصاء تنادوا فضلها المدخر فإن قيامها أفضل من عبادة ألف شهر فهذه هدية من ربكم الأعلى فما أعظمها وغنيمة من بها عليكم المولى فما أكثرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى اختار الأيام فاجعل منهن الجمعة واختار الشهور فاجعل منهن شهر رمضان واختار الليالي فاجعل منهن ليلة القدر واختار البقاع فاجعل منهن المساجد فاختنموا رحمهم الله خير ليلة في خير شهر في خير قطعة إخبارها المولى وزينوا ذلك بأنواع القربات التي تحمد خولا وفعلا الحمد لله الذي جعل الجنة دار إقامة لمن اتقى ربه وقاف مقامه وبوه للمتقين فرفا وقصورا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أفضل الخلق وأكبرهم في الدار لحظم ونفورا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية ولا تشخلنكم عن التقوى هذه الدار الفانية وتأهبوا للقاء الشهر الوارد الوافد باليمني والقير والبركة وفيه قال الرسول لسهبه جاءكم المتحر الجنة تفتح في لياله وعيامه والحور تدزين للمغتني بسيامه وقيامه ففي الحديث إذا دخل شهر رمضان أمر الله الملائكة أن يكفوا عن التسبيه ويستغفروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم من الفائزين برحمته المخلصين فيه من عذابه ونقمته ووفقنا للقيام بمراعاة حدود هذا الشهر والقيام بهمته وأنا لنا ولجميع المسلمين الحظ الوافر من مغفرته ورحمته يغفر الله لنا ولكم ونسائر المسلمين آمين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واليوم الدين يجب السعادة المستقيم السعادة الذين أعط عليكم غير المحبوب عليكم والضالي يصبح لله رب العالمين يصبح لله رب العالمين ومع خرق المجموز العظيم الحكيم ومالذي العظيم وعطة المبين رسوله يبدوه وعليه آياته يبدوه وعليه آياته ويذكر يصبح لله رب العالمين ويعديه ويعديه كبير ويصى يرجاع inanى وعليه ويعديه نحن لما يحضر به القرم الحكيم بارك فضل الله يسكي فعليه وعليه يسكي شكي شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكراً لكم 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 شكراً لكم